صعب قوي مش عايزة اقول فجأة بس صعب قوي وبالشكل ده احنا بقلنا قدي من الكلام في موضوع التحكيم والله انا نفسي زهقت من الكلام في موضوع التحكيم بس مش هبطل طول ما في عند هي بتتضرر طول ما احنا شايفين مستوى متدني بشكل كبير جدا من بعض الحكام مش عايزة اقول كل يعني بعض الحكام فمش عايزة اجيب حالات معينة او اتكلم على حالات معينة لان خلاص كلكم عارفينها يعني فمش هقول كلام مستهلك خلاص كله عارف الاخطاء فين فقالي مباريات في كروة حمراء ما طلعتش في اهداف جا يعني حاجات كده تمام قرارات غريبة من الحكام وانا في اعتقادي بصراحة يا جماعة مش اعتقادي هي حاجة ورض واضحة احاول بعنيش اجمل الكلام شوية عشان ما يبقاش ايه عشان فيه ناس بتزعل شوية لكن في كل الاحوال الاكيد الاكيد ان الحد دلوقتي في مصر الحكام بتصفر وبتاخد قاراتها على حسب النتيجة وابرس دليل احنا عارفينه مبارات الخمسة اهلي وزمالك بتاعت خمسة ثلاثة والتصرحات اللي اسمعناها بعد المباراة من حكم اللقاء كابتل محمد عادل الاحتواء ومش الاحتواء والكلام من ده فهي ثقافة للأسف موجودة عند بعض برضو الحكام المصريين ان انا لو لقيت الفريق ده كسبان سكور وماشي كويس وماشي معه كويس وخلاص مستريح في النتيجة لا اصفر عليه شوية احسب قرارات عكسية شوية اقطر من صفورة بتاعتي في المباراة عطل اللعبة موت الرتل ادي قرارات للفريق الاخر يعني عشان سعب علي او في كانوع من انواع الاحتواء عشان يعني ما يزعلوش او عشان الجمهور ما يزعلش ايا كان من الفريق يا جماعة بالمناسبة انا والله مش بتكلم على حد كل الناس ليها كامل احترام والتقدير وكل الجمهور فوق رصنا من فوق لكن عيب اوي لما الكرة المصرية اللي هي بتاريخ كبير جدا الدوري المصري اللي يعني بقاله سنوات وسنوات ونسخ كتير جدا ويفضل الثقافة التحكمية هي اننا اصفر على حسب نتيجة المطش طيب ما نعديكم بقى يعني اذا احنا شفنا كده مباراة الاهلي والزمائل خمسة ثلات فيه مطشاك كتير حصلت في الدوري وقريبة برضو في نفس السياق وفي نفس الاطار بس تعال اشوف كده الاهلي في كاس العالم لما لعب الهلال الصعودي ايه اللي حصل الاهلي تقدم بهدف والهلال كان كامل العدد تدخل عنيف من لعب الهلال استوجب البطاقة الحمراء فالفارس تعد على الحكم الحكم ادى لكارت الأحمر مبصش النتيجة وما كانش ده لطرد الأول ده فيه طرد تاني كمان رغم الفريدة خسران لا تدخل عنيف ايضا يستحق البطاقة الحمراء رحمة دي كارت الأحمر مالش دعوة هو مالش دعوة مين كاسبان مين خسران مين ده لابس لون ايه وده لابس لون ايه ولا ده من انهي بلد ولا ده من انهي بلد هو ده الصح هو ده اللي لازم حكمنا يتعلمون لازم يطبقوا القانون بحزفيره